الخسائر حضرتك اللي أعلنها الجيش الإسرائيلي 335 عم فيه ارتفاع واضح وكمان أنا هما بيتكلموا لحد دلوقتي أن منذ بداية العملية البرية في الأربع خمس يام الأخيرة وما عندهم 18 قتيل هذا غير صحيح هذا غير صحيح بكل تأكيد غير صحيح لأن استهداف المدرعة نمر بصاروخ الكورنت اللي أدى إلى مقتل 11 جندي داخل المدرعة طبعا ديت خسارة كبيرة جدا من ناحية الفنية ومن ناحية العملياتية ومن ناحية المعنوية المعنوية وخاصة أن اللي قتل هي واحدة من وحدات اللواء الجفعاتي اللي هي نخبة النخبة الإسرائيلية ثم معارك منفصلة مات فيها 2 ثم 2 ثم إصابات لما نيجي نتكلم على فكرة إعلان الجيش الإسرائيلي عن القتلة لما يقول أن أنا عندي سي 20 يبقى ساتك تأكد أن عنده 60 في حالات خطرة لأن المهاجم المهاجم لابد أن يكون قدراته 3 أضعاف إلى 5 أضعاف المدافعة وخاصة يمكن يكون 3 في الأرض المفتوحة لكن في المناطق اللي فيها قتال داخل المناطق السكنية محتاج يبقى خمسة ومحتاج يبقى أكتر فعلشان كده حنلاقي أن الجانب الإسرائيلي اللي في حالات خطرة ويموتوا لاحقا بعد العمليات بيتم الإختار بيوم بصورة متدرجة حفاظا على المعنويات فكرة أن المقاومة ما بتتكبتش خسير بكل تأكيد المقاومة بتتكبت خسير ده شيء طبيعي جدا وشيء منطقي والمقاومة تنتظر ذلك والمقاومة هي عقدتها دي النصر أو الشهادة وهو الجيش المصري الوحيد هو اللي أعلى هذا المبدأ في العالم العربي والعالم الإسلامي أنه إما النصر أو الشهادة وهذا نهج بتنتهجه أغلب جيوش الدول العربية حتى بما فيه مع نصر المقاومة الفلسطينية النقطة المهمة حضرتك اللي احنا لازم نشير إليها بصورة واضحة جدا أن هناك حالة خطيرة جدا في تشويه الإعلام العربي من خلال لجان إلكترونية ومن خلال أنشطة إسرائيلية في تغيير دفة الأمور وتصوير وشيطانة المقاومة لابد أن احنا ننتبه أن في جميع الأحوال كل طفل يرفع عالم فلسطين هو مقاومة كل سيدة ترفع عالم فلسطين هي مقاومة هل المقاومة في قطاع غزة رفعت عالم غير عالم فلسطين يبقى إحنا لازم نخرج من فكرة التشويه المتعمد لعناصر المقاومة ونعيد شأن فلسطين إلى أهل فلسطين نعم انتصرت المقاومة هي بتنتصر لشعبها الفلسطيني والقضية تتحرر بقية الشعب الفلسطيني هيتعامل معها إزاي والمستقبل هيبقى شكله إيه هذا شأن الجانب الفلسطيني لكن على كل الأمة العربية التي تخرج القضية الفلسطينية عن فكرة المركز لابد أن تظل القضية الفلسطينية قضية مركزية ولابد أن الدول العربية وأنا شايف بشاير كويسة جدا في هذا الموضوع أن هناك دول العربية أصبحت تمارس ضغطا ما على الجانب الأمريكي الجانب الإسرائيلي تقريبا قاطع الاتصال بكل حتى يعني من لهم علاقات معه في الدول العربية فنجد أن هناك اتصالات دائمة ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس بايدن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوصيل رسائل مهمة جدا في حتمية إيقاف وقف إطلاق النار وغدا بلينكين سيأتي إلى إسرائيل والأردن طيب بهذا المناسبة أيضا ما يتعلق بتصريحات متحدث باسم البنتاجون كان يقول قبل قليل أن هناك قوات أمريكية خاصة موجودة في إسرائيل لكن هذه القوات يعني تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولكنها لا تشارك في المعارض ده كلام مظبوط وده كلام حقيقي يعني حقيقي ليه حضرتك لأن الجانب الأمريكي لديه لدى حميس من مزدوج الجنسية حتى من العسكريين الإسرائيليين هناك مزدوج الجنسية الإسرائيلية الأمريكية وهم في قبضة حركة حميس وهذا الاستدراج الإسرائيلي للجيش الأمريكي أتصور أن الجيش الأمريكي يعني تماما أن هناك إجراءات قانونية الوحدة دلتا حضرتك لا تعمل دعما لإسرائيل ولكنها تعمل من أجر تحرير رهائن أمريكان أما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني هناك ضباط من هيئة الأركان الأمريكية متواجدون في غرف عمليات الجيش الإسرائيلي يقدموا الدعم الفني لصالح الجيش الإسرائيلي أما فكرة استخدام القوات الأمريكية على الأرض لها شروط قانونية ولها شروط متعلقة حتى بإعلان حالة الحرب أعود إلى هذه الشروط لكن دعني اسمح لسيد العميد أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ربما ترون بعضها على شاشتنا إعلام إسرائيل يقول أن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن ذلك وتنقل عن مسؤول إسرائيلي أيضا تقول وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفادة لكن تحت رقابة العاجل الثالث أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن نيتنياهو يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة وربما إذا ما ربطنا زيارة بلينكين بهذا الخبر يعني يمكن التوقع أن أثناء زيارة بلينكين قد يهديه نيتنياهو ليعلن بلينكين هدنة مؤقتة بالضبط يا فانو أنا أتصور أن بلينكين جاي نتيجة الضغوط العربية نتيجة انخفاض الدعم الدولي حالة الاضطراب في المواقف الأوروبية فيما يتعلق بمصير قطاع غزة ما بعد انتهاء الحرب بلينكين أنا أتصور أن هذه الزيارة هي زيارة لإنقاذ إسرائيل من نفسها إسرائيل تذهب بإسرائيل إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالعلاقات العربية الإسرائيلية وما بنى عليه الجانب الأمريكي من آمال وطموحات في عدة مشروعات لها علاقة بدمج إسرائيل في المنطقة كنوع من أنواع أهداف الأمن القومي الأمريكي وليس فقط الإسرائيلي بلينكين أنا بتصور أن هو يعني بيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس خفيا أن التسريبات التي تمت في الجانب الأمريكي أن مجلس الأمن القومي الأمريكي والإدارة الأمريكية ناقشت من هو القادم بعد نتنياهو وأن نتنياهو بهذا الفكر لا يصلح لإدارة الأزمة على مدى الطويل وهذا أزعج الجانب الإسرائيلي إزعاد كبير جدا أتصور أن بلينكين من ضمن الحاجات المهمة جدا هو مصرح به الرئيس بايدن أن لابد من دخول مئة شاحنة يوميا هناك شكوى من الجانب المصري رسميا ضد الجانب الإسرائيلي في التعنت في التفتيش والتنكيل بالموظفين وهذه الرسائل وسط الجانب الأمريكي وأتصور أن بلينكين قادم لنزع فتيل أزمة قد تحدث في العلاقات بين الجانب المصري والجانب الأمريكي بسبب قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر